بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله نكمل مع بعض listen 8 في اكسس 3 synchronous and asynchronous communication مصطلح synchronous and asynchronous احنا اصلا درسنا قبل كده فهو listen synchronous communication is real time communication between people كلمة synchronous هي التواصل اللحظي اللي في نفس الوقت انا مثلا باجي ساعات اعملكوا live اللايف ده اني بكون انا online online معاكم وانتو معايا فبنتكلم مع بعض بقول لكم هيا جماعة اجابة السؤال ده انتو بتجاوبوني ده اسمه real time communication تواصل في نفس اللحظة with everyone interacting and talking information at the same time using digital tools طب اللي عكسه بقى عكس ال synchronous اسمه asynchronous دفن حرف ال a اللي هو تواصل مش في نفس الوقت يعني مثلا انا ببعط لكم مثلا sheet وقالوك الجماعة حلوا sheet ده وابعته لي فانت بترد علي بعد كده تحلوا براحتك وترجع لي تاني ترد علي بال sheet اللي انت ايه حليته يبقى asynchronous communication is communication that doesn't occur in real time and doesn't require instant response مش بحتاج الرد بتاعك في نفس اللحظة asynchronous communication tool include email مثلا انا بعت لك email ابعت لك مثلا voice انا على الواتساب اقول لك مثلا انا بعت لك voice اقول لك كذا 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 فانت ترد علي ايه وقت ما تسمع الفويس مش في نفس اللحظة طيب asynchronous communication is useful when you writing about light-hearted everyday matter to friends or family you need immediate or quick response انت الوقتي مثلا امور الحياة محتاجة synchronous communication انت مثلا واحد ام لسه مسلا داخل البيت فتقولوا ما يا جماعة هتاكلوا ولا ايقولك لا احنا شبعانين ده رد فال سريع ال asynchronous communication is useful when you are writing about serious matter with someone you don't know well or with someone authority and you don't need answer right away يعني انت مثلا بتكتب كتاب مثلا لمدير المدرسة فانت مش شرط انه يرد عليك في نفس الوقت بتبعات له الجواب وهو بيرد عليك وهكذا ده اسمه asynchronous communication في العموم التواصل اللي في نفس اللحظة اسمه asynchronous اللي مش في نفس اللحظة اسمه asynchronous في العموم اي ان كان نوع التواصل انت بتعمله لازم في شوية حاجات لازم بتعملها whenever you are communicating you should respect the following people right خليك مؤدب ام لو انت بتبعت if you sending a message to close friend give him time to respond يعني ادي له وقت انه هو يرد be helpful خليك شخص مساعد لغيرك if someone need help with online communication share what you know يعني لو حد عاوز مساعدة قدم له المساعدة لازم جميل وسهل ان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاية بتمنىكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمل الباشا باي باي اشتركوا في القناة